نحو شهرين من الاحتجاجات المتواصلة في شوارع المدن السودانية تطالب برحيل نظام الرئيس عمر البشير نحو شهرين قتل خلالهما عشرات المتظاهرين وأصيب واعتقل المئات في الوقت الذي ظل الخطاب السياسي للنظام السوداني يصر على وصف منظمي التظاهرات بالمتمردين والمخربين الذين يريدون بالسودان شرا آخر تصريحات النظام جاءت على لسان البشير في كلمة أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية حيث أكد أن ما يمر به السودان حاليا من أزمات وابتلاءات حسب وصفه يمثل فرصة للتفكير من أجل الخروج منها أكثر قوة رغم ما أسماه الكيد ضد السودان مشددا على أن السودان لم يهزم ومستمر في مشروعاته التنموية بيد أن الواقع السياسي في السودان يرسم صورة مغيرة لتلك التي يسوقها الرئيس البشير فالبرلمان قرر تأجيل اجتماع اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بشأن تمديد الولاية الرئاسية للبشير إلى أجل غير مسمى في خطوة بدت تراجعا واضحا أمام مد الغضب الشعبي في شوارع الخرطوم وغيرها من مدن السودان السمود المتبادل بين الحكومة والمحتجين لنحو شهرين تمخض إذن عن تراجع حكوميا وإن كان تكتيكيا ما يعني أن ثم تخلخلة في ميزان القوة السياسية تصب في صالح المحتجين الذين ما زالوا يؤكدون أسرارهم على المضي قدما في احتجاجاتهم حتى إسقاط النظام تطور يراه محللون باعثا للروح في جسد الربيع العربي الذي أنهكته انتكاساته المتعددة على اتساع الخريطة العربية المترجم للغايا قري reviewed اشهرين 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 اشهر من شها Walker اشهرين اشهر في لاحق